صدمة مفجعة وحزن وألم شديد لشعب كنيسة العزراء مريم بعين شمس الغربية في صدمة مفجعة للكسيرين لقى العريس مينة مخايل اسكندر في التلاتينات من عمره وعرسته مريا ماجد مصرعهما إسر اختنقهما بالغاز بعد مرور 48 ساعة فقط من فرحهم وكان العروسين قد تزوجوا يوم الأحد الماضي الموافع 20 نوفمبر وأقيمت صلاة الإكليل لهم بكنيسة سادة العزراء مريم والقديسين يحنى المعمدان وبولس الرسول بعين شمس الغربية وقال أحد الأصدقاء أنه حاول الوصول للعروسين من خلال الاتصال بهم هاتفيا إلا أنهما لم يجيب لفترة طويلة فتوجه لمقر السكن بتاعهم ليجدهما في حالة اختناء تام وقد لقي مصرعهما مختنئين بالغاز داخل مسكن الزوجية وفي بسط مؤلم جدا للأستاذ مخايل اسكندر والد العريس كتب على صفحته على الفيسبوك لتكن مشيتك يا رب ابني وعرسته راح السمى صمت ولم أفتح فمي لأنك يا رب قد تكلمت وقد كتبت السيدة أحلام مخايل أخت العريس على صفحته على الفيسبوك جوزي واخوية راح السمى جوزي يوم 16 8 واخوية 22 11 ليه كده يا رب كتير علي كده الصبر من عندك يا رب دخلتك يمينة كانت يوم الحد وخرجتك التلات يا قلب أختك واللي ما يعرفش ان السيدة أحلام مخايل أخت العريس هي زوجة المرحوم ملاك عبده شهيد لقمة العيش وصاحب محل كوافير بعزبة النخل حيصلقى مصرعه يوم 16 8 على يد مالك العقار اللي كان بيعمل جزار اسر خلاف نشب بينهم على تعليق لافتة أمام محل الكوافير علشان كده كتبت السيدة أحلام مخايل أخت العريس ليه كده يا رب جوزي يوم 16 8 واخوية يوم 22 11 نطلب ونصلي إلى الله أن يمنح الأستاذ مخايل اسكندر والسيدة أحلام مخايل وجميع أفراد الأسرة عزاء سمائيا ونطلب نياحا للعريس مينة مخايل وعروسه ماريا ماجد وشهيد لقمة العيش ملاك عبده نطلب من الله أن ينيح نفسهم في فردوس النعيم في أحضان أبانا إبراهيم وإسحاء ويعقوب في نور القديسين ترجمة نانسي قنقر